الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النصر السادس من أكتوبر عام 1973 هو اليوم الذي حولت فيه مصر الجرح وألامه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذي كان منيعا بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد خلال الندوة التفقفية للقوات المسلحة شدد الرئيس السيسي على أن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتعلم والتدبر كما أكد الرئيس السيسي أن سيناء أمانة غالية في أعناق قيمة المصريين بعد استعادتها وتقديم تضحيات جليلة من أجلها وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تعمير سيناء وتنميتها بما يتناسب مع طموح المصريين للوطن مشيرا إلى تضحيات أبناء مصر الذين سالت دماؤهم فوق هذه الأرض الغالية سواء لاستردادها من الاحتلال أو لتطهيرها من الإرهاب عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثل ثلاثين من الشركات الهندية الكبرى جاء الاجتماع على هامش ملتقى الأعمال المصرية الهندية المنعقد في شرم الشيخ بحضور ممثل ألف ومئتي شركة هندية في القطاعات المختلفة حيث أشهد مدبولي بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والهند مشيرا إلى أن العلاقات قد تتعزز بشكل كبير عقب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كما أكد مدبولي أن مصر والهند سيكون بإمكانهما تحت مظل التجمع البريكس تعزيز شراكتهم الاقتصادية مشيرا إلى أن الهند تعد واحدة من أهم البلدان المستثمرة في مصر وأشهد مدبولي باستعداد عدد من الشركات الهندية بزيادة استثمارتها في مصر استنكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 42 حزبا سياسيا استنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية النائب تيسير مطر أن مصر دولة مستقلة وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية كما ترفض أي إملاءات خارجية مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبية تحدثوا للأسف بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها وأن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر سجل مشبوه وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد وأن انتخابات رئاسة جمهورية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة أدنى البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات مصر الرئاسية معربا عن رفضه التام لكافة أشكال التدخل البرلماني الأوروبي في شؤون الداخلية للدول العربية ومؤكدا تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افطراءات وأكاذيب مضللة لا تستند على أي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارات الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية وطلب البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في شؤون الداخلية للدول العربية لكونه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية والتي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول وأكد البرلمان العربي أن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلية في بلدة حوارة جنوب نابلس بشمالي الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء وأفادت جماعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوصول الشاب لبيب محمد ضميدي 19 عاما مصابا بالرصاص مستوطن في الصدر وحاولت التواقم الطبية إنقاذ حياته إلا أنه استشهد متأثرا بجراحه الحارجة وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الشاب أصيب بالرصاص خلال تصد المواطنين الفلسطينيين العزل في بلدة حوارة لهجوم شنه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم بحماية جنود الاحتلال أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستضيف قطاعات إلى جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك في استمرار لسياسة تبنها الرئيس السابق دونالد ترامب وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه منصبه هو إصدار إعلان تعهد فيه بعدم تحويل المزيد من أموال دافع الضرائب للأمريكيين لبناء جدار حدودي فضلا عن مراجعة جميع الموارد التي تم تخصصها لهذا الغرض وذكرت الإدارة أن الإجراءات التي اتخذته لا يتعارض مع إعلان بايدن لأن الأموال التي تم تخصصها خلال أولاية ترامب في عام 2019 يتعين أن يتم إنفاقها الآن أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة بيلغورد بالجنوب وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير الطائرات المسيرة دون تقديم تفاصيل عن أدرار أو ضحايا رياضيا أعلن البرتغالية فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذي يتخلى له إقامة مبارتين وديتين أمام زنبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر الجاري بدولة الإمارات ويأتي المعسكر في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوتيبوار